نهار دا احنا على نعرف المشاهدين كده احنا احنا ازاي ممكن نتمرن سكوات من السبات ازاي نعمل تمرينات من السبات يعني مافيش الحركة اللي انا عامليها هنسبك مش هتحرم لا قاس كتيرة خلاص دهنا من دي يلا نعمل حاجة مختلفة بقى صباح الفل يا جماعة صباح النشاط يلا بقى نتمرن مع بعض نشوف كوتش حسام هيمرنا انه اه كتير قوي من انا بنتمرن التمارين ازاي ما فرح كان بتعمل كده وفرح بالمناسبة بتشاطر اوه بتعمل التمارين بطريقة يعني مش عارفة صلح لها حاجة لا داعي للتصفيق اه بس اه اه التواضع احسن حاجة فينا بس احنا بعد نهار دا هنعمل حاجة اسمها الانقباض العضلي السابت او الايزومتر كونتراكشن اللي هو التمارين اللي هنعملها من غير ما يبقى فيها حركة من غير ما يبقى فيها حركة ممكن يكون من اتمران بايسبس بس بدل ما انا عمال بتحرك واطلع وانزل لا انا بثبت هنا بس يكون فيه مقاومة اختلافة عن الستراتشات ان بيبقى فيه مقاومة على العضلة فالسكوات مثلا لو بدأنا بالسكوات ودامل الحاجات اللي بتشغل العضلة الامامية والبلوت والخالفيات وكمان الايزومتر كونتراكشن دوت بيعمل تقويات للعضلة لناس يا فرح ممكن يبقى عندها مشكلة او اصابة تمنعهم ان هم يتحركوا فعايزين يثبتوا يعملوا تقويات الكوات رسابت هنعمل اول حاجة للسكوات طيب هنبدأ بالسكوات فتحة الرجل المفروض تبقى ادي اه اه مين ايه ده اسئلة انت بتجيب الاسئلة بيه اسئلة بص مهمة المشاهدين الصراحة مش انا اه انا بيجيلي فعلا مسجدات واسئلة يعني طيب هنعمل اول حاجة رجلية جنب بعض هفتح وكابي لازق في كابي التاني بعدين هسبت مشت رجلي في الارض والف هنا ده الوسع بتاع الحوض بتاعي لانا ببقى واقف في الواقع الطبعية بتاعتي بعد كي حبدأ قفل الظهري وصدري فوق ايدي قدامي علشان ابالانس وزني وابدأ انزل بالراحة واسبت في التسعين درجة هحاول اعمل تلاتين ثانية تلات مرات بالنسبة لنا احنا هنعمل عشر ثواني خمسة كمان اربعة تلاتة اثنين هطلع بالراحة ده اول حاجة يا عايز اقولك انه فعلا السبات حس بالعضلة بتشتغل هي ممكن تبنت سهلة لكن هي مش سهلة خالص هم لما هيجربوها هيعرفهم بزبط يا ريت تجربوها وعطلنا الفيد داعك بتاعك ورأيكو عن التمرين دوت على ريفايف وعلى تقنات صد البلد برضى شباح البلد نقدر نرد على الاسئلة ديت بزبط بزبط التمرين التاني هنعمل تمرين البوش اوبس البوش اوبس عندنا اللي هننعيون العادي هننزل على الار المرة دي بقى هننزل ومش هنطلع اوكي متعارف ان انا ما بحبش التمرين ده صح؟ هنزل هنا فرح اشتر حاجة فيها التمرين ده هنزل واسبت خمس سواني بلاش عشرة فرح هنطلع خير شوية ايوه هنزل وسط تحت سنة سانيتين كمان سانية ونص نريح هنحاول نبدأ ممكن نبدأ خمس سواني بس وبعد كان نبدأ نزود شوية بشوية التمرين سهل جدا ماشي مش عايزة يعني وكلكم ممكن تعملوه في البيت ده 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 يشاهل بقى لون اللبس اللي هي لبسها خلاص طيب تالت تمرين حيبقى للشولدرز للكتف هنحاول نمسك معانا ممكن ازاستين مية لو ما عندناش اوزان فرح هندور على اصغر حاجة اه 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 انا بختارهم بالالوان انت عارض صح مش بالوزن يعني انهم اصغر اتنين موجودين عندنا هنا اوكي وهطلع اه ده الاثنين جنبي هنا الاثلاء الريز عشان امرن العضلة الجانبية بتاعت الكتف طيب كوتش اه الوقفة او انا وقفة كده صح؟ نفس الوقفة بتاعتي بزطلها في الوقفة ايوا نفس الوقفة اوكي تمام ركبتي عايزة تبقى متنية تانية صغيرة عشان احمل اكتر على العضلة مش على المفصل نفسه طب هل ايدي مفروضة على الاخر؟ انا بشاركك اهو اه بس انا ايدي متبقاش متبقاش مفروضة كده اه انا عايز ايدي متبقاش مفروضة مية في المية اعمل لوت واعمل لوت على المفصل بتاع الكوع حطني ايدي تانية صغيرة جدا تلاتين سانية تلات مرات يعني الموضوع هيبقى شكله سهل زي ما فرح ما بتقول بس شكله زي ما شايفينه وش فرح بالزبط كده باين عليه مدى صعوبة التمرين التمرين اللي بعده تاعة البايسبس العضلات الدراعين هطلع هنا وحسبت تلاتين سانية للمص يا كوتش ولا للاخر؟ اه مهم عندي زي ما فرح ما بتقول كده ان انا بطلع من هنا لحد التسعين درجة تمام اوكي مش عايز مش عايز كوي ورا ولا قدام عايز كوي جنبي للزبط تمام و بطننا طبعا شدين بطننا لا بش دو ده لا كمين انت يشرح الباقي خلاص انا مش حاولي في جدي تانية يعني يا جماعة بصوا لا خلاص مش لازم دي مثلا ايه مجموعة من التمرينات المهمة قوي في الايزومتري كنتراكشن اللي بتخليها نعرف نحس بعضواتنا من غير ما نبدأ من غير ما يبقى في حركة تزود القوة العضلية جدا اه لا انا شايفة انه انا يعني انت باي سبس كبر عنه يعني انت حاسس شفت لا غير كده انه يعني في حرق دهون موضوع مش عضلات كبير اه احاول تقول ان انت عرقت وتعبتي عرقت وتعبت وخسيت اه وخسيت النهاردة بس هو فعلا التمرين فعلا بيحرق كالدرس كتيرة لانه هو تمرين متعب على عكس ما انتم شايفين انه هو شكله سهل كده حاولو تضربوه ده اللي يهم كل اللي بتفرج علينا دلوقتي اه طبع خصوصا سيدات البيوت اه تمرنوا وعايز اقولكم صباح النشاط وصباح الفل موسيقى موسيقى